اهلا وسهلا بكم في قناة بوسي كوروشي هنزين مع بعض النهاردة برطمان ازاز هنجيب اي برطمان ازاز موجود عندنا غسلته ونطفته وشلت الورق اللي عليه من النص بالحجم اللي احنا عاوزينه هزينه النهاردة بقمشة الخيش القمشة دي بتتبعها بالمترة عند محلات الخيوط المترة منها بتلاتسين جنيه انت ممكن تشتريه ربع متر وربع متر بيعمل معك كتير وهجيب خيط الخيش هزين بيه البرطمان من فوق وهجيب الشريط ده بيتباع عند محلات الخيوط برضو هزين بيه البرطمان في منه اشكال كتير والوان كتير هنزين بيه البرطمان فوق الخيش وهحتاج مصدس الشمع مش هنالفق بيه فهكون قصة قطعة لقد البرطمان الازاز من نصف من قطعة الخيش دي الشكل ده كده مش هغطي بيه البرطمان كله هندوز بستالي يا جيميد عشان تلزا ممن خيش ممن خيش ممن خيش ممن خيش اشتركوا في القناة افضل حطة شمع كده عليها داير ما يدور لحد ما ازق قطع تلخيش كله وبدوس عليها علشان ما تفكش معي لانها ممكن تفكش لو ما دستش على الشمع جامد والشمع يكون صخر كده وصلت للنهاية حطيت على الطرف من هنا شمع هلزق اخر قطع بالشكل ده كده فكده خلصنا الخيش هيكون معي بالشكل ده كده على البرتمان دلوقتي هنحط اللي هو الخيط بتاع الخيش اللي انا اشتريته على البرتمان من فوق هجيب نقطة شم خطها فوق بالشكل ده كده هجيب طرف الخيط هحط عليها هالف داير ما يدوره على القطع من فوق هالف بس الجزء ده كده هالفه كزا لفها وارا بعض وهرجع لك اتاني عشان الفيديو ما يكونش طويل معين ولغزقت ده ومدفيت الخيط داير ما يدوره تلوقتي هقص طرف الخيط هحط هنا على طرف الخيط نقطة شمع نقطة شمع بسيطة جده لشان ما يبنش الشكل ده كده تلوقتي هجيب الشريط هيسقطع حواقق هاد الدائرة بتاعت البرتمان هاقص 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 كتاتين قد بعد بالضبط علشان انا هلزق فوق تحت نجيب شمع برضو هحطه على الشريط هاقص هدو الشريط حوالين البطرمان من فوق هزق الشريط كله كده بنفس الطريقة وهرجع لكو تين هلزقت الكنار فوق تحت بالشرام بنفس الطريقة كده هيديني الشكل ده كده شكله جميل وطرقته بسيطة وسهلة ومش مكلفة خالص ممكن بقى نحط فيه ورود هيبقى شكله جميل ممكن نحط فيه شمع تنسوش لايك للفيديو لو عجبكم واشتراك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة